السلام عليكم حمد مغيس معك عزيز الطالب سيشرح لك في هذا الفيديو طريقة الدخول للاختبار نهائي عبر تطبيق تيمز إذا كنت جديدا على منصة مدرستي يلزمك الحصول على حساب مايكروسوفت الخاص بالمنصة من عند إدارة المدرسة وهو يتكون من اسم مستخدم وكلمة مرور الآن قم بتحميل تطبيق تيمز من متجر تطبيقات أبل أو متجر أندرويد بعد اكتمال التثبيت قم مباشرة بالدخول للتيمز مستعملا اسم المستخدم وكلمة المرور التي أعطتك إياها إدارة المدرسة افتح التقويم في تيمز بالنقر على هذا الزر ستلاحظ وجود اجتماعات في أيام وأوقات الاختبارات حسب الجدول التي أعطيتك إياها إدارة المدرسة عناوينها نهائي مادة كذا ونهائي مادة كذا لا تقم بالانضمام لها إلا عندما يحين موعد الاختبار هنا على سبيل المثال قد حان موعد اختبار مادة الرياضيات عندها أقوم بالنقر على زر الانضمام مع التأكد من كتم الصوت والكاميرا كي لا أزعج الحضور الآخرين ثم أنقر على زر الانضمام الأزرق للدخول للاجتماع قد تعطيك إدارة المدرسة روابط الاجتماعات مع جدول الاختبارات في ملف واحد فما عليك إلا أن نقر على الرابط للدخول للاجتماع عندما يحين موعد الاختبار وهي طريقة أخرى فقط ولكي أدخل للاختبار بعد الانضمام أنقر على السهم كي أعود لقائمة الاجتماعات ثم أنقر على اسم الاجتماع ثم المحادثة شات لأجد المعلم قد وضع رابط الاختبار فقط أقوم بالنقر على الرابط ليفتح موقع الاختبار في المتصفح إذا أزعجتك نافذة الاجتماع أغلقها من الـ X في الزاوية ستظل متصلا بالاجتماع كما لو كان مكالمة وتستطيع الرجوع له كما سنلاحظ بعد قليل قد يتطلب مني موقع الاختبار تسجيل الدخول عندها طبعا أكون جاهزا بحساب مايكروسوفت نفسه دائما هذا الذي تراه هو اختبار شكلي وضعته إدارة المدرسة للتأكد من قدرة جميع الطلاب على الدخول للاختبارات الفعلية لاحقا بشكل صحيح الآن فقط أقوم بحل الأسئلة الواحد بعد الآخر أقوم بتسليم الاختبار مراعيا أن يتم ضغط زر التسليم قبل الوقت المحدد لنهاية الاختبار بدقيقتين على الأقل لتفادي هامش خطأ التوقيت المحتمل بين الأجهزة والساعات حول العالم إذا احتجت لأي استفسار من المعلم قبل تسليم الاختبار فقط أقوم بالرجوع للاجتماع في تطبيق تيمز بتبديل الشاشة وليس بأغلاق المتصفح ثم أنقر الشريط الزمني بالأعلى وأقوم بضغط زر رفع اليد وأنتظر المعلم ليأذن لي بالكلام فأفتح المايك من الزر الخاص بذلك أسأل ثم أغلق المايك من جديد لتفادي أي إحراج للعودة واستكمال الاختبار لا تفتح رابط المحادثة مجددا بل قم بتبديل الشاشات كما تعلمت تذكر عزيزي الطالب أن المحافظة على حضورك للاجتماع في وقته المحدد يجنبك الكثير من الإجراءات المتعبة لاحقا كذلك واجعل الهدوء وحسن السيرة عنوانك وقيمتك طوال وقت الاختبار لا تنسى عمل لايك ومشاركة الفيديو مع زملائك والاشتراك في القناة محمد مغيس كان معكم أدعو الله لكم بالتوفيق والنجاح إلى اللقاء